الجماعة يردوني فلوس ايش قد الفلوس اللي يردوها مئتين وخمسين مليون تخيلوا يعني اسمي حيدر واليوم راح أسول فلكم قصتي اللي انا عرفه واللي انتو همين انا كل يدكم تعرفوه عادة جراءة من الابتزاز الالكتروني تصير بأنه ولد هو اللي يبتزل ابنية هو اللي يريد منعدها فلوس وهو اللي يهددها بالفضيحة بس اللي صار ويايا هو العكس بالضبط راح أسول فلكم قصتي بالتفصيل على موت تستفادون منعدها وما احد يوقع بالغلطة والمصيبة اللي انا وقعت بها انا اشتغل بمجال الموبايلات والحاسبات عندي محل ابيع بيه اجهزة وصيانة واكسسوارات وهل اسوالف واغلب اللي راح يشوفون الفيديو راح يعرفون انه الشاب اللي يشتغل بهتش مجال الموبايلات والحاسبات راح يكون عنده احتكاء كوية البنات بشكل كل شبير وبنفس الوقت بهذا النوع من الشغل او بهذا المجال راح يفتح لك ابواب انه تفوت فوتات خارج عن المألوف وما راح انكر وقل لكم اني ما جنت اساوي هذا الشي لا بالبداية وخلال فترة معينة او فترة الطيش خلل نقول انا جنت ربحاني شغلتين بهاي الشغلة الدخل المادي والفلوس شغلة البنات همينة على التليفون على حاسبة على برنامج على صورة على مدرشنوة وخصوصا انا جنت افتهم بهذا المجال اللي اشتغل بي والمنطقة كلها تعرفني يعني اي شغلة خاصة بالتقنية او بالتكنولوجيا المنطقة راح تقصدني على مودة حلل همية حتى لو كانت مو باختصاص الموبايل والحاسبة يعني اذا تلفزيون كان بيفد مشكلة تقنية خلي نقول العالم يجون الي تعال بلك تشوفنا حل بلك تساعدنا وهكذا يعني وقيت على هذا الحال الامور طبيعية المحل شغال الصبح بالشغل بالليل انا طالع حد ما اززوجت واليوم اللي اززوجت بي انا خلص صرت عاقل وحباب وقعدت راحة وبطلت الاسوالف اللي اسويها لانه دخلت انا من مود انه انا وحدي وشاب واعزب وطايش ومراهق الى لا طور الزواج متزوج وعندي عائلة وعندي زوجة زوجة تحبني واحبها اي نعم انه هو كان زواج تقليدي امي راح اختارت لي وحدة وتعالو هاك وخلاص يعني مو مثل انه كان عندي علاقة بيها او متعرف عليها انا وحبيتها بس خلاص بما انه دخلت عشي الزوجية انا وصرت صاحب عائلة بطلت هالس والد حمد الله وشكر رب العالمين رزقني باطفال اثنيا فصار عندي بالاجمال ثلاث اطفال ولد وبنية والكمارا ماتي اي اي انا عندي كامارا مجنبزها اخر درافتات على الدوسات على السباق على الطلعة على التوربو خط اسود دي جي مدري شنو صارف عليها نص ميزانيتي على هاي الكامارا ومعزتها بقلبي مثل معزت جهالي الثنين حيلا كنت معتزب هاي الكامارا اصلا نصوص صوت مالتها بنشغلها الصبحياتها كلها مسبتين من تطلع من البيت تضرب لك بطنة تضربت في باب البيت يعني صحيحة ان ازوجت وقلت لكم عندي جهال وعقلت يعني صرت ابو علاقة يعني اخلص اعزل المحال خبر زوجتي ها حياتي حفاظات خبوز حليب طماطع مدري شنوة بس بقت الكامارا لا بقت اي شي بالكامارا موجود اي الكامارا بقدما انه انا متونس بها و احس انه اللحظة اللي اطلع بها من انه واني صاحب عائلة ورجال يعني متزوج وصاحب مسئولية الى شوية المراهقة بقت عندي بموضوع السيارة يعني المهم ارجع اسأل فلكم للقصة لانه القصة متعلقة بشغلي وبالكامارا وهمينها بحكم انه واني معروف بالمنطقة انه حيدار يصلح تليفونات ومدري شنوة وخال قطعة بباب المحال ورقم تليفون فداما تجين اتصالات من الناس اعرفهم ومنكم همينها ما اعرفهم قالوا السلام عليكم احنا عدنا فلان شي عندي حاسب اريدة كتفارمتها عندي الايفون شاشته انكسرت الجالاكسي مالي مدى يشحن من هالاسوالف يعني بيوم من الايام جاني اتصال من الرقم قالوا مساء خير مساء النور حيدار اي حيدار الشخص اللي كانت اتصال بالتليفون ابني عافية حيدار اني محتاجة مساعدتك ومدري شنوة الفيسبوك مالي تهكر ومدى اقدر افتح مدري شنوة واني ما اقدر اطلع من البيت وما اقدر اجيك تقدر تساعدني لحد هاي اللحظة قاعدت اتصال باسلوب شغل اوكي هي ما تقدر تأتي للمحل ماكو اي اشكال بالموضوع بس مجرد ما انه تلها اي اوكي وتبشري وتدللين وشنو المشكلة اقدر اساعدتك بيها ومنها الاسوالف اللي بني رأسا خرطت قامت الدقلي بنا اناعم يعني هاي شنو صورتك حلوة انت اشقد عمرك رأسا بنفس اللحظة طبعا عني هنا انا مغلس على الموضوع همي انه اساوي لها الشغلة اللي جايت نهية بيها وخلاص نقطرها سطر انتهى الموضوع قلت لكم هالاسوالف واني كليتها عفتها يعني عادة هي شي نوع من المحادثات وهي شي نوع من الحديث راح يفتح لك باب ثاني سابقا عني كان فتت بي يعني كان انه اوكي عجبني اصلا ممكن يعني شون خلي خلني اقول استقتل علية يعني همي انه عرفت اشلون بس هسا خلاص الموضوع ميهمني المهم فقلت لها ابنطيني الاميل مالك خلي اشوف شنو مشكلتك وحاول افتح لك الحساب اثنى ما بلشت افتح الحساب مال او احاول انه افتح الحساب مال اللبنية قالت لي اقدر اتصل بك مكالمة فيديو بس على مد اشوفك بالضبط انتش قاعد تشتغل وش قاعد دي تسوي وهمين اتعلم يعني اذا اباتش العقبة صارت لي اتكررت هاي المشكلة او هاي الحالة اوكي ما عندي مشكلة بس من فتح يعني من سوين اتصال فيديو وفتحة الكاميرا انا دائرة الكاميرا على اللابتوب يعني وجهي نهائيا ما طلع بالمكالمة مباشرة من اول مرة انا فار الكاميرا استهباء على اللبنية اللبنية لبسها مو طبيعي اتوقع فهمتوا شون قصدي بهالحجاي يعني بعد ما يحتاج انه اوضح لكم هواية خصوصا انه هالفترة علي داي عاني من القيود على الفيديوهات اللي داي نزلها هواية كلمات هواية اشياء داي اليوتيوب والتيك توك داي داي حاربة نهو عن ما يعني فاللهذا انت وصلتكم الفكرة اللبس اللي كانت لابستها اللبنية المهم من جهت بلشت على الموت افتح الحساب اللبنية وصلت القناة انه اللبنية حسابها لم تهكر اصلا مجرد طبيعت كتبت الايميل كلمت السر قالت لي ما اعرف مدري شون هاي اوكي عادت تعيين كلمت السر يأتيك رابط للايميل انطيني الايميل ماليج دخل الرقم دخل مدري شون وفتح الحساب موضوع كل شي اعتياد وطبيعي لا اكو تهكير بالموضوع ولا اكو اختراق ولا اكو اي شيء شكرا ورحم الله والديك اوكي عاجة ايدك ونسد التليفون اللبنية ظلت على تواصل وياي بالأيام التي جاءت يعني اذا يأتيها لايك على الفيسبوك تكتب لي اقول لك ايجاني لايك هذا مين اريد انشور منشور مدى يصير اريد اشارك مدري شنو يعني هي تفاهات لكن كانت تفوت لي بهذا الدرب بحجة على مود انه تحكي وياي الفترة التي كانت اللبنية تحكي وياي بالبداية طبعا انا لم تكن اتمنطي هذا المجال منتحت وياي حس انها تحاول تفوت بغير باب وياي انا مغلس على الموضوع واصدها بطريقة مباشرة وغير مباشرة بس ما شاء الله عليها كانت حيل مستقتله بهاي الفترة صارت عندي شوية مشاكل ويا زوجتي موضوع كل شي اعتيادي اي ثمية من الزوجين يصير بيناتهم مشاكل وتطور شوية المشاكل يصير زعل بالموضوع فتأخذ غراضها وتروح ببيتها لها هنا الشيطان حيل اغواني ولعب دوره باحترافية ووقعني بالغلط لانه بنفس الفترة اللي صارت عندي بيها مشاكل ويا زوجتي وراحت زعلانة لبيتها هلها انا حسيت بنوعا ما بالوحدة حسيت محتاج هذا الطرف الحنين اللي كليتنا محتاجي بحياتنا بس اكو نوعية من الحنان انا فقدتها باللحظة اللي زوجتي راحت بيها زعلانة من بيتنا الى بيتها هلها قلتلكم انا لبنية تقريبا بشكل يومي تدخلي وتقعد تسألني اسئلة وتريد تفتح موضوع ويايا بهاي الفترة اللي انا تعاركت بيها ويزوجتي وزوجتي ضرعت انا ضعفت من قاعدت تكتب لي انا همين قمت اخذ انطوا اياها بالحشي فاتفقنا انه اجي عليها بالسيارة واطلع ناخذها نفتار جيت اخذتها طبعا من من راس الشارع العام مو من يم بيتهم او بالمنطقة شوية اللي غاد هناك تلاقينا صعدت بالسيارة قاعدنا نفتار مدري شنوه حكاية مننا حكاية مننا مدت ايدها وكلكم فهم بعد شنو اللي صار فيما لا فيما لا وانتهى اللقاء ورجعت للبيت وبيومها صار اكو حد شي بيناتنا نوعا ما فقيل بالتليفون بالرسائل همينها وهي شي صار وهي شي حسيت وفلان شي واني ومدرجون من هالسوالف الآن يوم الصبح قاعدت من النوم ابو علقاء اللبنية حاضرتني مختفية يعني لا واتساب لا فيبر لا رسائلة لخابر عليها مغلاق مماني غلست على الموضوع مهتميت قلت لكم يعني اوكي هي كانت لحظة الطيش بس اني لا ناوي اكمل ولا ناوي انه اصعد الموضوع اكثر اعرفتشلون بالاول وبالاخير يعني اني متزوج وعندي اطفال و مقتنع يعني حاب عائلتي وحاب المسئولية اللي اني شايلها حاليا يوم يومين ثلاثة اربعة تصالحت ويا زوجتي رجعت للبيت يعني كل شي تمام وحسب الاصول باليوم الخامس او السادس الله لا يشذبني دق علي تليفون السلام عليكم السلام حيدر اي نعم اتفضل قل لي اريد اجيك للمحل احكي اياك قول اتفضل امر خدمة بشون اقدر اساعدك قل لي لا مو مال تليفون اجيك للمحل نقعد نسالف اوكي انا موجود بالمحل اذا تريد تعال هلا بيك باي وقت والله ما اكون نص ساعة ربع ساعة واجاني رجال سلام عليكم انت حيدر اي اي انا اللي خابرتك بالتليفون وما ادري شون هو انا لحد هاي اللحظة الناس موضوع لبنية وما بالي يعني اي شي نهائيا قصة صارت وانتهت وهذا الرجال اللي خابرني حال حال اي زبون يخابرني يعني اي اتصال احتيادية وعنده شغلة يريد يجين للمحل انا مود اساعدة بيها لا اكثر ولا اقل المهم قال لي تعال بيها مجال نصعد بالسيارة واريد اسولف وياك ما ردي هنا بالمحل واريد ناخذ راحتنا ومنها لسوالف ما مقتنع بالموضوع اكو شك بقلبي بس مو شك ان هو بسبب هاي اللي ابنية خلاص يعني شون اللي يريد هذا الله اعلم صعدت فيها بالسيارة قال لي انا من طرف فلان الفلانية يابا منو فلان الفلانية قال لي هاي اللي ابنية اللي انت شنت تحكو اياها وزوجها شاف الرسائل والحج اللي بينك وبينها وكتلها ويردون يكبرون الموضوع وراح يوصلوا للعشاير وهذا شي صحولة انت تتحارشت بعرضهم وما يصير وذول اهم شي عندهم هاي سوالف وممكن يكتلوك ويأذون اهلك ويشيلكو من المنطقة وبنواد يحكي هاي شي انا مو قليل شر ولا من النوع الناس اللي يخافون من هاي شي تهديدات قال لي لا حبيبي ترى الموضوع هاي شي وهي شي اللي ابنية خابرتني اتصلت بيها قالت لي عندي مشكلة بحساب الفيسبوك ما لي واني ساعدتها حليت لها مشكلتها وفيما لا فيما لا لا صار بيناتنا شي ولا اتحارشت بيها ولا حجيت وياها ولا من هالسوالف رجال متزوجاني وعندي اطفال وعندي سموعتي بالمنطقة وسمعت المحل لذاني يعني جدا مهمات انه انا احافظ عليهم خصوصا ابهيتي مجال يعني كتليفونات وحاسبات شو هذا طب مدية بجيبة طلع لي التليفونات اباوع الرسائل اللي بيني وبينها والحجي اللي صار باليوم اللي طلعنا بيه كلها متسكرين ومتسجل والرسائل الصوتية فقال لي يشوف باوع يعني عدا اقول لك هاي هذولي الناس مو قليلين شار وما رح يسكتون على الموضوع ورجلها ممكن يسوي لك فتش انا رح احاول احط شو احل الموضوع بفلوس رأسا دغري ادلقوا بالله من قل لي هيدشي انا اعرفت ان الموضوع اعلاسة ابتزاز نصب واحتيال ستة وخمسينات يعني قلت له حبيبي روح ولا تشوفني وجهك واني لا راح ادفع فلوس ولا راح اسوي ايشي درت وجوه نزلت من السيارة عزلت المحل وبوجي رحت البيت اهلي قعدت امي وابويا ابويا رجال شبير ومعروف بالمنطقة وهيدشي موضوع ممكن مو بس يهز البيت يعني كبيتي انا كعائلتي انا وزوجتي واولادي لا يهز العائلة كليتها يعني امي وابويا واختي واخويا الثاني هيدشي موضوع كلش حساس يصير بالمنطقة معروفين ناس محافظين مؤدبين ما يطلع صوتنا ما عندنا مشاكل بابنا 24 ساعة مزدود يعني تعرفون نحن كمجتمع عراقي هذا الموضوع ينطبق على اغلبية البيوت اللي عندنا يعني اغلبية العوال تسعى انه تكون سمعتها بهذا الشكل سمعتها طيبة ما احد يسمع عليهم محشايا بابهم مزدود الموضوع كيت وكيت وكيت واحد اثنين ثلاثة اربعة هيدشي صارو هيدشي صارو هيدشي صارو هذا الولد اجاني وهيدشي حجاو انا غلطت واعترف بغلطي وجيت اقول لكم مشكلتي ياما انه تساعدوني وتوقفوني ياما انه تقولي لا طبك مرض احنا ما نعلاقه بك وعوفوني انا بزماني ابويا طبعا ان انا حاول انه يساعدني على مد يلقي حل المشكلة ومفاتب هاي الدوامة ما الانتج ده سوي مجان ده يلومني حاليا ماكو اي ملامة بالموضوع فاول خطوة سويتها انه اتصلت بواحد معرفة مو صديق معرفة اعرفه من سوق التليفونات بباب الشرجي تعرفوني بحكم شغلي بالتليفونات والحاسبات فاني لثلاث اسواق اللي اتعامل وياهم هي الربيعي بباب الشرجي وشارع الصناعة هذا الولد حد شاي من هذا اللي اذا طبه بمكان يغرق المكان كله بلسانه هيتشو ماكو سانه طيب وتعال وجيب وتفضل وخادم وتاج راسي ومولاي وحبيبي من هذا النوع يعني من الاشخاص فقالت ما حد راح يفيدني غير هذا الشخص اخذت ابويا واخذت هذا الولد الحد شاي ورحنا على بيت هذا الرجال اللي جاني للمحل وهددني منوصا يقال لي لا انت ابقى بالسيارة واني وابوك ننزل يعني لت لا تفوت انت على مودة تأجج الموضوع ومن يشوفك زوجها راح ينغث ويصير عصبي ومدري شنوه طب بوحيشو اياهم لا وما يصير وهذا انتهاك عرض وحنا ما نقبل وهاي بيتنا ومدري شنوه الجماعة يردون فلوس ايش قدل فلوس اللي يردوها ميتين وخمسين مليون تخيلوا يعني ما عرفاني اكو بني ادم يقبل انه يبيع عرضة بميتين وخمسين مليون طبعا هذا الحدشي من ديحشو مستلمين ابويا وابن كيتي سوا وابن كيتي وابن كيتي واصل عدهم الموضوع حتى فبركت الصور يعني حتى جابين صور ومفبركيها وطبعا انا مندحشي لكم هيتشي ودا اقول لكم فبركيها فعلا مفبركيها يعني لعب لكم نوني دا اقول لكم هيتشي دا اطلع اروحي من الغلط لا انا قاعد هنا انا دا اصول فلكم قصتي بما انزلت وقتلكم انا سويت هذا الغلط بس الشغلات اللي داي يقولوها ما صارت يعني انا اللبنية لا انتهكت عرضها ولا صار بيني وبينها الصور بس خلاص الموضوع تشويه السمعة لا اكثر ولا اقل وبتزازة الكتروني من طلع ابويا بس احنا ما فكرنا بها نهائيا هو موضوع انه ندخل عشيرتنا لا انا ولا ابويا تشنا قابلين لندخل العشيرة لانه يعني عيب وفضيحة انه انت تدخل عشيرتك بهيتي موضوع يعني راح تجيب العار الاهلك رسميا حتى لو حليت هذا الموضوع ممكن انت تدخل عشيرتك بموضوع حادث سيارة مثلا سويت لك عركة دعمت لك احد هيتي شيئي تدخل به عشيرتك بس هيت شيئي موضوع عرض ما عرض وبنات ونسوان لا مو مال انه تفوت عشيرتك بهال اثناء هذا الولد اللي جبته ايايا لحد شاي ابو اللسان اللي المفروض يوقف ايايا اباوع انه انا كل ما اقترح فت فكري او كل ما انه نوصل للفتحة على مدنخلص من هذا الموضوع هو يسد الموضوع بوجهنا لا وما يصير ورح يساوون هيت شيء ورح يساوون هيت شيء يعني بالمختصر المفيد شانطي حل هو يرفضي ورح تعرفون لي كما استمر هذا الموضوع صد ورد ميتين وخمسين مليون والميتين وخمسين صارت ميتين وخمسة وعشرين مليون وحشاية مننا وحشاية مننا وبدأت انا بعد انهار نفسيا الموضوع ماد ينحل الجماعة قاموا يهددون انه رح نجي نرمي عليكم طلاق رح نجي نضربكم مدري شنوة رح ندككم من هالسوالف وكل ما اريد اوصل الحال هذا صاحبي او هذا الولد اللي انا جبته ايايا يسد الموضوع بوجهنا لكم عشيرتي ما اقدر اوصل لها وانطيهم فكرة عن الموضوع لانهيشي رح تجيب العار والفضيحة البيت اهلية لحد ما صلفت الواحد من اصدقائي هذا صديقي كل شي يعني بس هو ما كان يعرف بموضوع القصة هاي لحد ما بعدين انه وبعد ما اطور الموضوع وايست انا من اي حل حجيت له السال فقلت لا بترهيش وهيش وهيش الموضوع الحمد لله والشكر هذا الولد كان عنده عرف بناس يشتغلون برأسة الوزراء طبعا قبل اوصل الهذولي حاولت انه اتواصل ويا عزيز ناظر بس اه الظاهر كان انه بوكتها اكو علي ضغط او انا معرفة اوصل بصورة صحيحة يعني مجرد انه كتبت له على الصفحة السلام عليكم انا اتعرض الهيش وهيش وهيش وما حصلت اي جواب واني همينة يعني همينة شنت متردد انه ادخل ام يعني يعني شوفوا يعني شوفوا الفضيحة مو بس ممكن انه تمثل ابنية لا ممكن تمثل الرجال او الولد همينة فلهذا عانيت شنت احاول اطمطم الموضوع باقصى طريقة انه اه ما اخلي احد يعرف يعني حتى لو بفلوس بس مو مئتين وخمسين ومئتين وعشرين مليون فتواصلنا ويا هذول الثنين اللي يشتغلون برأس الوزراء يعب ترى هيتش وهيش السالفة واتفقنا ويا هذا الرجال وزوج هاي اللي بنية انه نتلاقى يعني نتلاقى ببيت هذا الرجال مرة ثانية والله هذول الثنين طبوا للبيت شو اعربهم القرع الزيني المسدس من هنا قالوا لاباوع هيا 15 مليون تاخذهن تاخذهن ما تاخذهن هس هنا انا انكتلكوا بمكالكم بشاية منها عيطة منها مدرش شنوة اقتنعوا بان وياخذون ال 15 مليون ويطمطم الموضوع دفعت الفلوس بالتي هي احسن على مد انه اخلص من هاي المشكلة دفعت الفلوس نسد الموضوع احمد الله وشكرا انه زوجتي ما عرفت ها ترى خلوا في بالكم انه كل هاذا اللي صار زوجتي ما تدري بالموضوع يعني تخيل انه انا قاعد بصفها ومتكهرب والفكرة في بالي وكل ما باوع عليها انقهر واخجل من الروح انه انا شلون يعني شون فوتت نفسي وفوتت عائلتي بهيش دوامة انتهى الموضوع وراحت القصة واللي اكتشفتها بعدين انه هذا الرجال وزوجته هاي شغلتهم هم ينصبون على العالم زوجته تختار شخصيات تفوت عليهم كلام حلو مدرش شنوة ناعم تعرفون موضوع لبنية بهيش اسوالف خصوصا ويا الشباب يخلي الشخص ايماني يضعف وشيطانا يقوي فتلزم لازمة على هذا الولد ويسحبون من عنده فلوس والسبب اللي خلاهم يختاروني الي على موضوع يقفصون علي انه واني كان عندي كمارة مجنبزة صاحب محل تليفونات وحاسبات ودائما بالفاترينة ما ليعارض حاسبات وآيفونات يعني عبالهم انه واني مليان فلوس نعمان يعني حالة المادية تمام بس مو معناته انه وادفع انه تجي انت تبتزني يعني فالجماعة طلعت هي هاي شغلتهم ولا انا اخر واحد ينصبون عليها ولا اول واحد واكيد اكو احد غيري همين راح ينصبون عليها هذا الموضوع جدا اثر بنفسيتي وخلاني اتغير مية واثمانين درجة ويتغير تفكيري ولحد هاي اللحظة قصة صار لها اربعة خمسة سنين من صارت انا واني ارجف قلبي يدق كل ما اذكر الموقف اللي صار ويايا بحيف من خابرة علي البزاز وحشيت فيها قلت لك قبل لا اسؤال في قصتي اليك انا اريدك توصل فتفكرة انه هذا الموضوع لازم العالم تاخذ حذرها من عنده لانه منتشر بشكل مو طبيعي وهوية عالم قاعد تغلط بيه والعالم مو بس تخسره فلوس لا ده يوصل الموضوع للارواح ده يهجم بيوت ده يدمر عوائل بالكامل اتمنى انه تتعظون من قصتي وخصوصا للناس اللي شغالة بمجالات تكون بيها احتكاك ويا بنات ابو الملابس ابو الموبايلات ابو التليفونات ابو المكتبة وغيره وغيره من المجالات اللي يكون بيها عنده احتكاك ويا البنات حافظوا على سمعتكم وسمعة الشغل مالتكم لانها وراس مالكم هو سمعتكم انتوا بالمجال اللي قاعدت تشتغلون بيه هايا كانت قصتي اتمنى تستفادون من ادها يا حبايبي هاي كانت قصة حيدر كالعادة الشخص اللي ييجي هنا ويسوله في قصته ده يحكي كل الحدش اللي أنا لازم أقول لكم إياه من يمي أضيف انه انتبهوا لهذا الموضوع لأنه فعلا ده أشوف انه منتشر بالآون الأخيرة هواية موضوع الابتزاز بشكل مو طبيعي يعني الحمد لله والشكر القضاء والدولة جاءتشتور على هذا الموضوع مخصصة قوة أمنية باستهداف IPات مع الحاسبة يعني الحمد لله والشكر الأمور ماشية أكو قوة أكو مو بس قوة أكو صناع محتوى كلش قاعد يشتغون على هذا الموضوع أكو هاي بنات بدأوا أنه يكسرون حاجز الخوف ويسولفون للدولة أو للناس المعنيين مشاكلوا بموضوع الابتزاز وهذا الحدش ما يعني أنه بس الابتزاز مخصص للبنية لأنه مثل ما شفتوا بهذه القصة أنه الولد هو اللي تم ابتزازها يعني أتمنى أن القصة تعجبكم واستفاديتوا من عدها أشوفكم قصة جديدة لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو خلونا نكبر ونوصل لأكبر جمهور ممكن أشوفكم قصة جديدة وفي أمان الله